بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد في إطار مشروع تعميم المعرفة هذا هو الدرس الثالث عشر في الاقتصاد الكلي وهو في مجال العرض الكلي لسم نمبر 13 ماكرو اكناميكس اقري السابلاي إن شاء الله يكون يؤدي الفائد المرجوة منه بإذن الله العرض الكلي أول سؤال ربما يتبادر إلى ذهن أي واحد كيف ينشأ العرض الكلي تعرفنا في المقطع السابق كيف ينشأ الطلب الكلي أو الأقرق الدماء الآن الأقرق السبطاء كيف ينشأ هذا السؤال من النوع السهل الممتنع وإن شاء الله بعض التفاصيل البسيطة لطلبتنا الأحباء والمتابعين ينشأ العرض الكلي من طرفي سوق السلعة اللاعبين الرئيسيين من مستهلكين كونسومرز مستثمرين إنبسترز مؤسسات حكومية جبرمنتل إنستيوشن أو جبرمنتل إنستيوشن نفس المعنى ومصدرين إكسبورترز ومستوردين إمبورترز هذا كله على جانب الطلب أو ديماند صايد والمنتجين الآن اللي هم البروديوسرز بالتفاعل مع طبعا إلى إلى يعني عندما ذكرت وقلت ديماند صايد كل الحكي هذا من جانب الطلب وما قبله الآن من جانب المنتجين البروديوسرز بالتفاعل مع مدخلات الإنتاج اللي هي البروديكشن من أرض وعماله طبعا أرض لان عمالي ليبر رأس المعنى الحقيقي اللي هو كريل كابيتل وتنظيم أورجنزيشن في جانب العرض في جانب العرض الآن سأدخل مفهوم جديد وبخاصة لطلبتنا السنة الأولى والثانية اللي هو دالة الإنتاج أغريغت بروديكشن فنكشن دالة الإنتاج دالة الإنتاج بتمثيل بيانة فقط لغير على المحور الأفقي اللي هي مدخلات الإنتاج أرض عمال رأس المعنى الحقيقي الآن عندما نتقدم في مساق الإقتصاد الكلي سنذكر هنا أنه فقط عمال أوراء سمع لكن هنا للطلبة في السنة الأولى والسنة الثانية اللي هو مبادئة الإقتصاد الكلي لا بد من أن نذكر أنه كل مدخلات الإنتاج هي المشمولة هنا في دالة الإنتاج على المحور العموري المقابل كمية الإنتاج من كل السلح والخدمات الآن هذه دالة الإنتاج هذا المنحن يمثل لكميات الإنتاج المختلفة كلما زالت كميات بدخلات الإنتاج من أرض وعمالة ورأس المعنى الحقيقي وتنظيم مع بقاء العوام الأخرى للمؤثرة ثابتة فإن الإنتاج يزداد واضطراد يتسارع في بداية الأمر ثم يأخذ بالهبوط نتيجة للقانون ما يسمى بتناقص الغلة أو تناقص الناتج الحدي الآن هذه دالة الإنتاج الأولى إذا ارتفعت أسعار أسعار السلح التي يبيح المنتجين مع بقاء مع بقاء الآن العوامل المؤثرة الأخرى ثابتة فإن ذلك يحفز المنتجين على زيادة الإنتاج إذا ثبتنا كل عوامل أخرى الآن عندما ترتفع الأسعار معنى ذلك أنه المنتج بيكون عنده حافظ أن يزيد الإنتاج حتى يكسب ربح أكثر وبالتالي هذا يؤدي إلى زيادة الإنتاج معنى آخر في عندي دوران في منحنة الإنتاج هذا دالة الإنتاج إلى الأعلى إلى اليسار وهذه الآن دالة الإنتاج الثاني والأرتفاع كان إلى الأعلى هذه دالة الإنتاج بشكل سريع وبسيط لطلبتنا الأحباء المتابعين الكرام أنه عندما ترتفع أسعار السلح التي يبيحها المنتجون فإن ذلك يحفزهم على زيادة الإنتاج العرض الكلي الآن عندما ترتفع الأسعار مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة تزداد كمية الإنتاج كما ذكرت سابقا فيرتفع الدخل الانتاج مضروب في مستوى الأسعار يعني يثاوي الدخل إذا ارتفع الدخل الآن ترتفع كمية العمال الموظفة في الإنتاج ما يؤدي إلى ارتفاع الأجور والإنتاجية وبالتالي العرض الكلي ولأن الأجور في الأمد القصير وسأفرق بين الأمدين القصير والطويل فإذا أن الأجور في الأمد القصير ثابتة إلى حد ما بقدرش يعني المنشآت لا تستطيع أن تغير أسعار عوامل الإنتاج وبخاصة مثلا أجور العمال في الأمد القصير لأنه خلص ثابتة الآن والتزمة فإنه إلى حد ما فإنه العلاقة بين مستوى الأسعار والعرض الكلي تكون موجبة كما في الشكل التالي الآن على المحور الأفقي الدخل مستوى الدخل Y على المحور العمودي مستوى الأسعار P وهذا اللي هو ما يسمى بالShort Run Aggregate Supply اللي هو العرض الكلي في الأمد القصير Short Run Aggregate Supply راح أفصل إن شاء الله وأشرحه بالتفاصيل إن شاء الله بعد قليل الآن العرض الكلي العوامل المؤثرة في العرض الكلي تكليف الإنتاج بما فيها كلفة المواد الخام والوسيطة والعمالة هذه إذا ارتفعت تكون طبعا يؤثر سلبيا هذه الإشارة السالبة يعني معناتها أنها تؤثر تكليف الإنتاج تؤثر سلبا على العرض الكلي الإنتاجية إذا زارت إنتاجية الآن وبخاصة الرأس المال والعمالة فإن العرض الكلي سيزداد أسعار الفائدة إذا ارتفعت معنا ذلك إن أدت إلى انخفاض الاستثمار وبالتالي الإنتاج العرض الكلي الخفض إذا توافر الإئتمام بكميات مناسبة فإن ذلك يؤدي إلى زيارة العرض الكلي إذا زارت المستوردات ستأتي على حساب الصادر عفواً الإنتاج الوطني المحلي ما يعني الآن بأنه سينخفض العرض الكلي إذا كانت توقعات عن أرباع عالية فإن ذلك سيؤدي إلى زيارة العرض الكلي سوف أفرق الآن بين نوعين من العرض الكلي في الأمد القصير اللي هو Short Trend Aggregate Supply SRAS اختصار Short Trend Aggregate Supply هو ما تنتجه أو ما يمكن أن تنتجه بآل القصائد بمعنى الاقتصاد كله في الأمد القصير فقط وتكون العلاقة بين العرض الكلي ومستوى الأسعار طردي وغاشرة أي كلما ارتفع مستوى الأسعار زاد العرض الكلي كما في الشكل السابق هذا الشكل السابق فإذن كما في الشكل السابق وعادة ما يبدأ الأمد القصير بعد ارتفاع مستوى الأسعار مباشرة وينتهي عندما ترتفع أسعار مدخلات الانتاج بمقادير متناسبة مع زيادة مستوى الأسعار إن شاء الله سأشرحها بعض الشيء الآن وفي المستقبل القديم إن شاء الله بمقاطع أخرى رح أشرحها بعمق أكثر عندما يرتفع مستوى الأسعار ترتفع معه تكاليف المعيشة راحوا للربط الآن عندما يرتفع مستوى الأسعار ترتفع معه تكاليف المعيشة لمزودين مدخلات الانتاج منهم مزودين؟ أصحاب مدخلات الانتاج ومنهم العمالة في هذه الحال يشعر هؤلاء المزودون بارتفاع تكاليف المعيشة ما يدفعهم نحو المطالبة بزيادة البدلات التي يتقاضوها مقابل مدخلات الإنتاج التي يبيعوها ويكون مقدار الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج متناسبا مع مقدار الزيادة في مستوى الأسعار والفرضية الأساسية التي ينبني عليها مبدأ الأمد القصير هي أن مزودي مدخلات الإنتاج وبخاصة عمالي هنا لا يدركون أو يشعرون بزيادة مستوى الأسعار بشكل مباشر وهم يحتاجون إلى وقت كاف لإدراك ما يحصل من زيادة في مستوى الأسعار وهذا الوقت هو ما نسميه بالأمد القصير بمعنى آخر يمكن أن ينخجعوا الآن من أنه والله ارتفعة الأسعار ما بيشعروا فيها متى يشعروا بها إذا أنه عطناهم وقت أكثر ففي الأمد القصير لا يشعر مزودوا الخدمات بخاصة عمالة بزيادة الأسعار العرض الكلي الآن العرض الكلي في الأمد الطويل حتى نفرق ونبين يعني نميز بين الأمد القصير و الأمد الطويل يمثل العرض الكلي في الأمد الطويل كمية الإنتاج الذي تزوده أو يمكن أن تزوده الآلة الاقتصادية معنى الآخر الاقتصاد كله وتكون أسعار مدخلات الإنتاج خلاله قد تعدلت الآن إذا عطينا وقت الآن لأسعار مدخلات الإنتاج وقت كافي تتعدل فيه وتكيفت طبعا مع الزيادة التي حصلت في المستوى العام لأسعار السلع النهائية وخلال الأمد الطويل تكون أسعار السلع النهائية قد قابلها ارتفاع مكافي في أسعار مدخلات الإنتاج وتصبح كمية الإنتاج بهذه الحالة مستقلة عن مستوى الأسعار كما في الشكل الآتي على المحور الأفقي الآن الدخل هو الإنتاج وعلى المحور العمودي مستوى الأسعار وبالتالي بيكون الآن Aggregate Supply Curve في Long Run Long Run Aggregate Supply بيكون Vertical يعني عمودي على الأفق ما يعني أنه مهما حصل الآن من زيادة في الأسعار مهما كان مستوى الأسعار فإنه Aggregate Supply Curve بيكون عمودي على الأفق لا زيادة فيه التغيرات الممكنة في العرض الكلي ينتقل العرض الكلي في الأمدين القصير أو الطويل إلى اليمين أو اليسار تعني الإزاحة إلى اليمين بأن المنتجين على استعداد لتزويد السوق بكميات من السلع أكثر من ذي قبل عند مستويات الأسعار السائدة الانتقال إلى اليسار لاحظوا هنا انتقال إلى اليمين انتقال إلى اليسار فيعني بأن المنتجين على استعداد لتزويد السوق بكميات من السلع أقل من ذي قبل عند مستويات الأسعار السائدة لا تحدث التغيرات في العرض الكلي نتيجة للتغير في مستوى الأسعار بل تحدث نتيجة لعاملين اثنين هما الأول تغير أسعار مدخلات الانتاج كما ذكرت سابقا الثاني حدوث نمو اقصادي يؤدي ارتفاع انخفاض أو انخفاض أسعار مدخلات الانتاج إلى انخفاض أو ارتفاع العرض الكلي وعلى س المثال يؤد ارتفاع أجور العمالة إلى زيارة تكاليف الانتاج وفي غياب اي مؤثرات اخرى معاكسة تؤدي الزيارة في تكاليف الانتاج إلى انخفاض العرض الكلي وقد يحدث العكس اي تنخفض أجور العمال ما يؤدي إلى انخفاض في تكاليف الانتاج ومن ثم زيادة العرض الكلي يؤدي النمو القصادي إلى زاحتان من اليمين في منحنة إمكانيات الانتاج هذا مختصر مين كافنون منحنة إمكانيات الإنتاج لPPC Production Possibility Care كما ذكرت في أحد المقاطع السابقة فيؤدي النمو الاقتصادي إلى إزاحتها من اليمين في منحنة إمكانيات الإنتاج وذلك نتيجة لتبني تقنيات إنتاجية مطورة أو تحسن في الإنتاجية الاقتصادية بشكل عام ما يعني زيادة في العرض الكلي وقد يحدث العكس أي انخفاض النمو نتيجة للذهب والأوضاع الاقتصادية وتراجع الانتاجية ما يؤدي إلى انخفاض العرض الكلي تمثيل بياني العرض الكلي في الأمدين القصير والطويل الآن هذا العرض الكلي في الأمد القصير نلاحظ على المحور العمودي اللي هو في الانكم أو الإنتاج الانتاج مقيم بالأسعار وعلى المحور العمودي مستوى الأسعار فبكون مثلا عندي Short Trend Average Supply الآن اللي هو العرض الكلي في الأمد القصير عند المستوى واحد فنتيجة لأي من الأسباب لذلك منها سابقا يؤدي ذلك إلى إزاحة تامة في منحة العرض الكلي في الأمد القصير إلى اليمين ما يعني بأن مستوى الدخل الحقيقي انتقل أو زاد من Y sub 1 إلى Y sub 2 مع ثبات مستوى الأسعار عما كان عليه في السادق الآن في الأمد الطويل في الأمد الطويل الإزاحة إلى اليمين أو الإسار لنفترض أنها إلى اليمين ما يعني أنه أخذ طبعا الشكل اللي ذكرناها سابقا وهو عمودي عن الأفق فللأسباب التي ذكرناها سابقا أدى ذلك إلى إزاحة اليمين بقي مستوى الأسعار عند المستوى P sub Q لكن الإنتاج الكلي الدخل الحقيقي يزاد من Y sub 1 إلى Y sub 2 والعكس ممكن أن ينتقل من Y sub 2 إلى Y sub 1 نتيجة للأثر السلبي لبعض العوامل الأخرى توازن الطلب الكلي مع العرض الكلي الآن يتفاعل Aggregate Demand AD مع Aggregate Supply في الأمدين القصير والطويل كما يريد الآن عندي في شكل أول طبعا المحور الأفقي الدخل على المحور العمودي مستوى الأسعار وعندي Aggregate Supply الآن اللي هو في Short Run أو في الأمد القصير Short Run Aggregate Supply وعندي Aggregate Demand طبعا هون ليس هناك Short Run أو Long Run Aggregate Demand دائما شكله أنه يعني Downward Sloping أو أنه ما يله سالب مع نسبة للأسعار وبالتالي قوم بتقاطعه الآن Aggregate Supply مع Aggregate Demand لهذه النقطة ما يؤدي إلى نشوء الدخل التوازن Y ستار عند مستوى الأسعار التوازن P ستار أما الآن في الأمد الطويل فالدخل على المحور الأفقي ما زال عند محور عمودي مستوى الأسعار الآن الآن هذا الأمد الطويل Aggregate Demand اللي هو Long Run Aggregate Supply عفوا Long Run Aggregate Supply Aggregate Demand يتقاطع معه عند هذه النقطة وبالتالي الآن يحدث التقاطع عند مقابل Y ستار اللي هو الدخل التوازني و P ستار اللي هو السعر التوازني وأكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع الهام جدا إن شاء الله أن يكون قد قدم الفائدة المرجوة منه وإن شاء الله في المقطع المقبل سأقدم ما يسمى بالسياسة المالية التي تؤثر على إزاحات تامة في منحنة الطلب إلى اليمين أو إلى اليسار حسب فعالية هذه السياسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته